في الحقيقة احنا لسه بنعيش اجواء شهر النصر شهر النصر ذكرى نصر اكتوبر العظيم المناسبة للي هتفضل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث النصر ده مش مجرد حدث تاريخي ولكن ايضا مصدر الهام لنا في كل وقت امارح تابعنا احتفالات اتحاد القبائل العربية اللي كانت في السادة العاصمة الاندارية بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحقيقة احتفالات اكتوبر الواحد بيبصلها ان هي مش بس احتفالية دي تجسيد لارادة الشعب المصري وعبقريته لان النصر ده بيمثل روح التحدي والسمود وكلمة السيد الرئيس في الاحتفالية دي كالعادة كانت قوية وكانت بتحمل عدد من الرسائل والمعاني وكعادة السيد الرئيس ان هو اكد ان الشعب المصري قادر ان هو يواجه هاي الصعوبات علشان كده الذكريات دي لازم تفضل حية في وجدنا طبعا الرئيس السيسي كمان وجه كلمة للشعب المصري وقال ان الارادة الشعبية هي المحرك الرئيسي لتحقيق الانجازات ده معناه ان كل واحد فينا عنده دور وليه دور ما نوت بيه لازم نكون كلنا ايد واحدة لمواجهة التحديات كمان لفت نظري جدا توجيه سيادة الرئيس بانشاء حية في سيناء باسم الحجة فرحانة ده طبعا تكريم لوحدة من الشخصيات اللي لعبت دور كبير في دعم الوطن دولة فعلا قدمت لمسة وفاء بانها مش بتنسى اي حد بيساهم في رفعة الوطن ده الحقيقة ايضا بيعكس اهمية الفن والثقافة لان الرئيس احتفى بالفنانين والشخصيات العامة اللي شاركوا في هذه الاحتفالية الفن ليه دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية وترصيخ الوعي المجتمعي من الناس كمان من ضمن الرسائل اللي الواحد بيشوفها بشكل غير مباشر ان وجود شخصيات من مختلف الاحزام السياسية والكائنات الشبابية في الاحتفالية ليه معنا كبير؟ ليه معنا بيظهر وحدة الشعب المصري والتفافه حول هذا النصر وده شيء لازم نتبسك به ونحافظ عليه يمكن عايزين نتكلم في نقطة انه لازم نستمد روح اكتوبر ونفضل نبني بلدنا ونفضل نستمر في الشغل ونفضل نستمر في العمل عشان نعرف نحق مستقبل افضل لولدنا خصوصا ان احنا بجد وده حاجة ما بيختلفش عليها اتنين احنا شعب مكافح شعب عظيم شعب قادر ان هو يتخطى اي عقبة بتوجهه وده اللي قاله امبارح الرئيس السيسي مهم جدا ان احنا نكون عارفين ان النصر مجاش بالصدفة لكن جيه نتيجة تعب وجيه نتيجة جهد كبير من كل واحد مصري التزم بمكانه وقدم اقصى ما يستطيع في مكانه نصبح على حضراتكم صباحكم كل خير ورزق صباح الخير يا مصر